السلام عليكم Hello Effect أو تأثير الهالة ده المصطلح الجديد اللي هنتكلم عليه النهاردة من سلسلة مصطلحات إدارية أصل المصطلح وأول من أطلقه عالم النفس الأمريكي Throne Dijk واللي قال إن النفس البشرية بتحكم على الأشياء من خلال نظرة جزئية وبتحكم عليها حكم كله وفي الغالب النظرة الجزئية دي بتكون غير معبرة تماما عن الحكم الكل الحقيقي علماء الإدارة لقوا إن فيه كتير من المديرين عندهم نقص شديد في المهارات الإدارية ومع ذلك تم ترقيتهم يطرهم اترقوا ليه؟ اترقوا بتأثير الهالة أو بالHello Effect الناس لما شفوهم أقوياء فنيا يلا يا عم رقيهم مع إن الإدارة مش بس تكنيكاليتي لا أنت محتاج مهارات كتير ذكرنا قبل كده مهارة التفويض ومهارات كتيرة في إدارة الفريق بتاعك بتلاقي الشخص متميز جدا فنيا لكن عنده مشاكل إدارية ما بيدفعش عن الناس بتوعه ما بيحفزهمش ما ما عندوش تواصل جيد معاهم طب انت كده تبقى اسمك مدير فهنا اتكلمنا النهاردة عن المصطلح اسمه Hello Effect وهو ترقية الموظف على أساس تفوقه الفني فقط وده طبعا شيء مش مطلوب لكن موجود معانا في الحياة وفي علم الإدارة بصفة عامة النهاردة حلقة ثالثة من سلسلة مصطلحة إدارية انتهت وكانت بعنوال Hello Effect ألقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته